اشتركوا في القناة وخوف ووجل ولكن نذكر أنفسنا وإياكم دائما وأبدا بقول الله عز وجل ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أذكر نفسي وإياكم بقول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أذكر نفسي وإياكم بقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم فأكثر ذكره في الأرض ذأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون بن مت تفت فؤاذك الأيام فت وتنحت جسمك الساعات نحت وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت في هذه الأوقات العصيبة نحتاج يا أحبة رسول الله من يذكرنا بالله ورسوله حتى تطمئن القلوب قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين مدام قال الله عز وجل وذكر فإن الذكر تنفع بإذن الله عز وجل مرة أخرى أحييكم بتحية أهل الجنة وتحية أهل الجنة السلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكثير من الناس يقول أن المساجد مغلوقة والأئمة نائم لا الأئمة موجودون بإذن الله عز وجل يتابعون الأوضاع كما تتابعونها أنتم نحن في الميدان يا أحبة رسول الله إذا أغلقت المساجد فصوت الحق لا ولن يغلق ولن يتوقف الله أكبر لن تتوقف التذكير لن يتوقف الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتوقف وأنا جالس في هذا المكان في بيت من بيوت الله يؤسفني ويحزنني أن المسجد فارغ ندعو الله عز وجل ونأمل في الله عز وجل أن تفتحوا أبواب المساجد وأن تمتلي المساجد بعامريها بإذن الله عز وجل وما ذلك على الله بعزيز أيها السادة الأفاضل الأماجد يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا إلا بلاء قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ويقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل صلوات ربي وسلامه عليه هذا النبي خاطبنا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير النبي سلمي طمأنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير اسمعوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم نحن لسنا كاليهود والنصارى نحن عنا مرجع مرجع عليه قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا عجبا لأمر المؤمن أي نعم هناك مصائب هناك وباء هناك مرض هناك موتى هناك خلع هناك حزن ولكن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن هذا الميزة هذه ما أعطاه الله عز وجل إلا لمن كان مؤمنا وضح لنا يا رسول الله يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابته صراء كيجيك خير فشكرا فكان خيرا له يجيك شيء مفرح يجيك عندك مزيود يعطيك ربي سبحانه وتعالى خير ينجح أبنائك تتزوج ابنتك أو يتزوج ابنتك يأتيك فرح في البيت فإن أصابته سراء فيشكر المؤمن يقول اللهم لك الحمد والشكر فهو خير له وإن أصابته ضراء يجيك مصيبة يموت أباك أو ابنك أو أختك أو أخاك أو تفقر في مالك أو تصاب في بدنك هذا كله بلاء ومصيبة وإن أصابته ضراء ما ضر يعني فصبر فكان خيرا له لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول الله عز وجل أيها المؤمن يخاطبك ربك فيقول لك وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يقول أحد الصالحين اسمع إلى هذه اللطيفة يقول أحد الصالحين يا من أنت في خوف ووجل على تقتل الكورونا ومن لم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد اطمئن اطمئن يقول أحد العارفين أحد الصالحين استأنس بهاته لو عالمنا اسمع ماذا يقول هذا الصالح لو عالمنا كم تغرف من الأجر بعد المحن لما تمنينا سرعة الفرج قال لكم بعد المحن كنتفوا الأجر ليعطوه لكم الله عز وجل لتمنيتم أن يبقى البلاء لتمنيتم أن يبقى البلاء وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعوذ لحقيقة الآمر يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أي شيء يصيبنا أحبة رسول الله فبما كسبت أيدينا هكذا يقول الله عز وجل ويقول الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بعض هذا الخوف وهذا المرض وهذا الموت هذا بعض فقط لو أرانا الله آيات غضبه كلها فماذا يحدث بنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أما ظهر الفساد في البر أما ظهر الفساد في البحر أما ظهر الفساد في السماء سبحان الله حتى أن يقول أحد العارفين إن الله يغير على أرضه كما يغير أحدكم على عرضه هذه الأرض أرض الله عز وجل خلقنا الله عز وجل عليها حتى نأكل ونشرب ونفعل الخير ولكن الكثير مننا بدل هذه النعمة إلى معاصي إلى ذنوب رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عسيانها التوبة التوبة هذه آية من آيات الله يقول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق العالم كله مغلق العالم كله مغلق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هدوا الممنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون مدن أوروبية خمسمائة سنة ما رفع فيها الأذان اليوم الأذان الله أكبر الله أكبر يصدح يصدح الله أكبر هم هم يا أحبة رسول الله كأنهم يقولون أيها المسلمون نحن اليوم بين أيديكم قالوا عجزت أسباب الأرض والأمر الآن في السماء الأمر بين أيديكم أيها المسلمون اليوم عودوا إلى ربكم حققوا الإسلام في أرضكم حققوا الإسلام في عقولكم حققوا الإسلام وأحيوا الإسلام في بيوتكم في زوجاتكم في بناتكم في أولادكم عودوا إلى الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وخاطبوا فيكم إيمانكم إخواننا اللي مزالوا بعاذ على ربها هي فرصة الدنيا ساعة اجعلها طاعة النفس طماعة عودها القناعة الدنيا ساعة يا عبد الله استغل ها هي بيوت الله مغلقة هب أنك أردت التوبة وأردت أن تعود إلى الله وأردت أن تزور الله في بيته ها هي بيوت الله مغلقة استغلوا هذه الفرصة وعودوا إلى الله عز وجل الدنيا ساعة اجعلوها طاعة النفس طماعة عودوها القناعة يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة هذا سيدنا علي ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ما أحلى أن يعود الإنسان إلى ربه هذا رجل عصل أطاع الله أربعين عاما شوفوا رحمة ربي إن رحمة الله قريب من المحسنين رجل أطاع الله أربعين سنة ثم انقلب على عقبيه فعص الله أربعين سنة أخرى ربعين سنة هو يعبد في الله ثم انقلب على عقبيه أربعين سنة أخرى وهو يعصي الله عز وجل فأراد أن يعود إلى ربه استحيى هذا الرجل قال كيف ربعين سنة ونلعبد في الله ثم انقلبت على عقبي أربعين سنة أخرى وأنا أعصي الله وإذا بمناد يناديه من قبل الله اسمع الرحمة ربي اسمعوا إلى رحمة الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما يقول الله عبدي أطعتنا أربعين فقربناك وعصيتنا أربعين أخرى فأمهناك ولو عدت إلينا مرة أخرى قبلناك قال الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى استغفر الله استغفر الله استغفر الله فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا من أسباب رفع الدعاء من أسباب رفع البلاء هو الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل يقول الله عز وجل أدعوني أستجب لكم أدعوني أستجب لكم أدعوني أستجب لكم الله أكبر الدعاء أحبة رسول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دادعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعل الله اطلع في غيبه فوجدنا بعدنا عليه بعدنا على ربي دار ربي هذه الأسباب حتى نتقرب إليه أكثر وأكثر حتى نحب الله أكثر وأكثر ونحب سنة نبي أكثر وأكثر ونحب النبي أكثر وأكثر ونحب القرآن أكثر وأكثر أحبة رسول الله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير كله ربي ما يحب المذر لعباده أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تذرعوا هذا الوباء هو بأس هذا الوباء هو مرض هذا الوباء هو بلاء هو ضيق وهو وهو وأنتم تعرفون يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم ربي سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا جتهم مصيبة من المصائب ماذا فعلوا؟ تذرعوا بكاول الله وش كاول الله وخرجوا الصدقات أحبة رسول الله وتابوا إلى الله وأنابوا إلى الله وتركوا المعاصي وعادوا إلى الله عز وجل ونساؤهم لبسنا الحجاب وكل ما يقرب إلى الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون نسأل الله العفو والعافية أستغفر الله أستغفر الله يقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا يا أمة محمد بالاستغفار يأتيك كل شيء بإذن الله عز وجل وإذا قال الله بطل كل قول وقائل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا عباد الله الدنيا ساعة اجعلوها طاعة النفس طماعة عودوها القناعة عبد الله النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو العفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها عبد الله خذ القناعة من دنياك وارض بها واطلب نصيبك منها راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل فاز منها بغير القطن والكفن الدعاء الدعاء اسمع يا رعاك الله هذا سيدنا موسى عليه السلام ورد في الأثر أن سيدنا موسى عليه السلام قال هذا نتكلم في الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل ففروا إلى الله كان النبي السلام إذا حزبه أمر أي إذا أهمه أمر هرب إلى الله بالصلاة والدعاء والاستغفار اسمعوا سيدنا موسى اسمعوا لهاته اللطيفة سيدنا موسى عليه السلام قال يا ربي إنه لا يعرض لي الحاجة يعني ديني حاجة نحتاج حاجة إنه لا يعرض لي الحاجة في الدنيا نحتاج حويج في الدنيا فأستحي أن أسألك يا رب قالوا نحشن بش نسألك يا ربي نحتاج حويج في الدنيا هذا سيدنا موسى وإني أستحي أن أسألك يا رب اسمعوا الإجابة من عندي ربي الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب وش قالوا ربي يا موسى سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك قالوا ما عندكش الملح تعالي عجين تعالي قول يا رب اعطيني الملح ما عندكش العلف للحمار تعالي قول يا رب اعطيني علف لحماري اسألوا الله حوائجكم حتى السشعى لنعالكم والملح لقدوركم ما عندكش الخيط تعالي حذاء قال يا رب اعطيني خيط من اعتمد على نفسه زلة ومن اعتمد على الناس ملة ومن اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على عقله اختل ومن اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا زل ولا اختل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أستغفر الله أستغفر الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هنيئا لكم الأمان والضمان من عند الله عز وجل لا تخافوا يا أمة محمد نحن هنا ما جئنا لنخوف الناس ولكن جئنا لنطمئن الناس الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يا أمة محمد رب اعطاكم ضمانان ألا يعذبكم مدام فيكم الرسول ما يعذبكم شربي ومدامكم تستغفرون ما يعذبكم شربي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذهب ضمان وبقي ضمان الضمان الأول هو محمد صلى الله على نبينا محمد ربي قال مدام فيكم محمد من عذبكمش مات رسول الله فذهب الضمان الأول وبقي ضمان ثاني وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون اللهم تب علينا يا رب العالمين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين أنقلكم على جناح السرعة إلى المرابطين إلى الجنود الذين هم الآن في الميدان نسأل الله عز وجل أن يحفظهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين لما اهتمش بأمر محمد وصحة أمة محمد واللي جاع من أمة محمد واللي فقر من أمة محمد واللي ما اسكنش من أمة محمد هذا فليس من المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من هذا خاب وخسر قال من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم من لم يهتم لقل نفسي نفسي فإنه من الهالكين من لم يهتم لأمر أمة محمد فليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى المجاهدين الذين هم الآن في الميدان إلى المرابطين إلى الذين لا يبيتون في بيوتهم إلى الذين تركوا زوجاتهم وأولادهم إلى الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله إلى الذين هم الآن في الصفوف الأولى من أطباء من أطباء من ممرضين من ممرضات من رجال أمن ودرك وحماية من جمعيات خيرية من أناس إلى كل مسؤول الآن روم رابط الآن روم رابط ضحى بنفسه من أجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى كل المرابطين الذين لا ينمون إلى الآن هم اللي واقفين في المستشفيات أمام أسرة المرضى بالكورونا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي الجميع إلى هؤلاء جزاكم الله خيرا هنيئا لكم قول الله عز ودل أي نعم الأمر صعيب مستهل الكثير فر يا أحبة رسول الله وأنتم ثبتتم ثبتتم ورابطتم وبقيتم لأجل أمة محمد ولأجل مرضى أمة محمد بل لأجل الإنسانية جمعا قال الله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذه النفس ما أعظمك يا كعبة ولكن نفس المؤمن أعظم منك هنيئا لكم أيها المرابطون أهديكم بشراء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد ها هي بشراء لكم أعيد إلى المرابطين إلى الأطباء والطبيبات إلى الممرضين والممرضات إلى سائق سيارات الإسعاف إلى كل من هو قائم في المستشفيات وفي الميدان ويجري على أمة محمد أهديه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت عند الله مرابط يقول لك النبي رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر القدر عند الحجر الأسود رباط ساعة فقط كتوقف ساعة في مثل هذه الأيام العصيبة لأجل أمة محمد رباط ساعة مش يوم مش يومين مش شهر مش شهرين قصلا الله أن يرفع عننا الوباء والبلاء رباط ساعة أيها الأطباء أيها الممرضون أيها الممرضات يا رجال الحماية والأمن وال milligram والجمار كالجميع إلى الجمعيات الخيرية أهديكم حديث رسول الله أنتم مرابطون والمرابط يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم رباط ساعة في سبيل الله ساعة من أجل إحياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل مرضى أمة محمدين صلى الله عليه وسلم لأجل الشفاء اللي هو من عند الله عز وجل وأنت سبب فيه رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إلى المحسنين والمحسنات إلى كل من هب بماله وذهب إلى المستشفى هذا جاب جهاز وهذا جاب كمامة وهذا جاب قفاز هذا جاب أحبة رسوله أكل للأطباء هذا جاب أكل للمرضى هذا أعان هذا جاب سرير هذا جاب جهاز أكسوجين هذا جاب دواء إلى هؤلاء جميعاً جزاكم الله خيراً والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً غداً توفى النفوس ما كسبت ويحسد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا هنيئاً لكم صداقتكم وضعت في يد الله عز وجل قبل أن توضع في ذلك المكان فطيبوا بها نفساً فطيبوا بها نفساً جزاكم الله خيراً غداً غدوة عند ربي غداً أيها المحسنون أيها المحسنات ليقفتم مع بلادكم ومع شعبكم هنيئاً لكم والله لقد وقفتم مع أنفسكم أولاً وأرضيتم ربكم أولاً فهنيئاً لكم غداً ألم تعلم بأن الله يرى قدر ما يشوفكش فلان وفلو علان ولكن الله يرى ألم تعلم أن الله يرى غداً توفى النفوس ما كسبت ويحسد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا أقف معكم مع سيدنا عثمان بن عفان آخر نداء أوجهه يا أحبة رسول الله في هذه العجالة في هذه العجالة نحن لا نملك إلا هذا أن نقف أن نذكر أنفسنا وإياكم أن نوجه الأمة أن نرفع منهما من الأمة بإذن الله عز وجل وهذا قليل قد منشل قدمه نصري في الميدان نحن هنا جلوس على الكراسي نتكلم نصري في الميدان يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى مغفرة من ربكم يا ابن آدم سارع سارع أجري وعجلت إليك ربي لترضى سيدنا موسى كان عند وعد مع الله فجاء موسى قبل الآوان قالوا ربي لجلت قبل الآوان يا موسى قالوا يا ربي وعجلت إليك ربي لترضى قالوا يا ربي سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وهدت للمتقين سيدنا عثمان بن عفان كونوا عثمانيين يا اللي تحبوا النبي وتحبوا صحابة النبي هذه فرصتكم أنا الأوان أن نتعاون أن ننضم أن نتكتل قضية قضية بشر قضية إنسان قضية إنسانية ما بقاش قضية حزب وجمعية وفلان وقال لي أبدا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذه قضية إنسانية يا أحبة هذا وباء هذه طامة نزلت على الأمة بل على العالم كله هذا البلد كما نقفوش معها نحن أولاده من يقف مع هذا البلد تفائل خيرا تجيدوه قادر الله عز وجل يرفع هذا الوباء والبلاء بكلمة كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أجمعا لحب تجرس مع ربي فهذا وقت التجارة مع الله عز وجل ونحن مقبلون على شهر رمضان الإعانات أحدثكم بحديث شوية بالدرجة هناك من الناس يا حبة كان يخدم بليوم مسكين كان واحد يبيع الحاشي واحد يبيع الدبشة واحد ما عنده مش مسكين غلق كل شيء هذا منين هناك ناس عزيزة أنفسهم نعمل بإذن الله بالليل والنهار حتى نوكل الناس لنقدر عليهم لازم يبقى حتى واحد جعان والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من هذا يا رسول الله قال من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم سارعه أحبة رسول الله سيدنا عثمان إلا تحبوا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه واسمعوا ماذا خرجت مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم عام العسرة عام العسرة وجيش المسلمين خارج الجهاد في سبيل الله سأختم أعلم أني أطلت عليكم أيها المستمعون الأفاضل ولكن لغالب هذه الأوقات العصيبة نحتاج أن نذكر الله كثيرا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون جيش العسرة نادى النبي من يجهز من يعاوننا في جيش العسرة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جاء سيدنا عثمان شوفوا الاختبار فقط العسرة سيدنا عثمان يجيب ألف بعير اعترضه الكفار تعقوريش قالوا يا عثمان ما لكم ما تقدرش تشري قالوا يا عثمان هذا القافلة نشريها هنا نحن تجار مكة قالوا له نعطوك بدل الدرهم درهمين في السلعة الواحدة درهم زوج دارهم قالوا هناك من زادني أكثر قالوا نعطيكم بدل الدرهمين قالوا نعطيك ثلاثة سلعة تسوى درهمين يا عثمان نعطيك فيها ثلاثة درهم قالوا هناك من زادني يبقوا يزيدوا فاحتار التجار قالوا له يا عثمان ما كان حتى واحد تجر غيرنا هنا هذهم التجار كل مجمولين هنا من زادك قالهم زادني ربي قالهم زادني الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قالهم هذه القافلة صدقة على الفقراء والمسلمين هي لله ورسوله بعتها لله ورسوله هم باعوا والله اشترى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله بأن لهم الجنة أحبة رسول الله بإذن الله سنقوم بجمع المواد الغذائية نسميناها قافلة عثمان بن عفان وإن شاء الله احتوى واحد ما يجوع ونسأل الله عز وجل أن يرفع علينا هذا البلاء في أقرب وقت بإذن الله عز وجل قافلة أحبة رسول الله فيها المواد الغذائية فيها كذا نوكل الناس ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هذه ساعة العمل هذه ساعة الإجتهاد هذه ساعة ممكن درهانا ربي ليميز الله الخبيث من الطيب بشي شوف ربي المعادن هو أعلم حتى الله عز وجل يميز ما بين الخبيث ما بين الطيب سبحان الله سارعوا كي الناس جعانين ممكن ناس عريانين احي كي الناس في الدواور ما عندهاش من لهم بعد الله عز وجل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول من أدخل الصرور على بيت من المسلمين ناس فقراء ودخلت عليهم بالصرور فليس له جزاء إلا الجنة هنيئا لكم يا أحبة رسول الله نسارع بإذن الله عز وجل في هذا العمل الخيري ونقول اللهم بلغنا رمضان ونصيحة الأخيرة لا تستهينوا بالمرض المرض موجود لا تستهتروا فالمرض موجود يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسك أمانة وزوجتك أمانة وبنتك أمانة وابنك أمانة وأبوك أمانة وأمك أمانة وعائلتك أمانة والنبي يقول لك على الأمانات هذه كل الأمانات التي ذكرتهم لك تخرج للبر وتخالط الناس وتجتمع وتقول الموت لا إنها أمانة ممكن تنقل المرض إلى زوجتك وأبنتك وأبنك نسأل الله لنا ولكم العافية يقول لك النبي زوجتك أمانة وأمك أمانة أبيك أمانة وأختك أمانة وأخوك أمانة والعائلة أنتعك أمانة يقول لك النبي الذي لا ينطق عن الهوى من استرعاه الله رعية مات يوم مات غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أمنية أمنية إلى إخوانا الأطباء والباحثين عنا أمنية آه لو تتحق هذه الأمنية آه لو تتحق هذه الأمنية أخذ مبالليل والنهار ألقونا لعل الدواء يخرج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما ذلك على الله بعزيز ثقتنا فيكم كبيرة عنا الأطباء عنا البروفيسور عنا القارين عنا كذا لنجتهد ونتوكل على الله ممكن هذه القضية فيها نصر لأمة محمد آه لو يخرج الدواء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما ذلك على الله بعزيز أمنية بقدر العنى تنال المنى أيها الأطباء أيها الباحثون أيها كذا 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 أصحاب المختبرات هذا هو وقتكم لنصرة دين الله عز وجل لنصرة دين الله عز وجل وما ذلك على الله بعزيز إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جزاكم الله خيرا يا رب العالمين اللهم ارفعنا هذا البلاء يا رب العالمين اللهم ارفعنا هذا الوباء يا رب العالمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عفيت وبارك لنا اللهم وفيما أعطيت اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سبباً لمن اهتدى اللهم يا رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين لا تخيبنا ونحن ندعوك اللهم يا رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي يا رب العالمين لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا اللهم فارج الهم كاشف الغم مذهب الحزن اللهم اكشف عنا همنا وغمنا وأذهب أحزاننا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا غير غضبا اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا وغير غضبا اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين وبيوتك مفتوحة يا رب العالمين ونحن صائمون قائمون متهجدون لله عز وجل صائمون فرحون مصرورون معينين بعضنا بعضا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم يسري الأمر اللهم يسري الأمر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله اللهم أنك قلت وقولك الحق المبين أدعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التوكلان وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد سبحان ربك ربي العزة عن ما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين